قصة النهاردة عن حياة والدتها اللي وفقت تسيب اسكندرية وتعيش مع جوزها في أسيوت واكتشفت بعد الجواز انها مش قادرة تكمل حياتها في الصعيد ولما جات لجوزة فرصة شغلة في ليبيا خدت ولادها ورجعت بيوم اسكندرية ورفعت عليه قضية خلع ولما رجع الزوج اتفاجئ باللي حصل فطلقها وخد ولاده ورجع بيوم السعيد وبعد سبع سنين مروا من غير ملؤمة حتى تسأل على ولادها ظهرت مؤخرة عايزة تشوفهم والسؤال دلوقتي هل منحقها تشوفهم ولا مش منحقها ومنورنا ومشرفانا ريهام الهواري أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك عشان نجاوب على السؤال ده ونشوف هنعمل ايه في قصتك يا حياة ازاك يا ريري ازاك يا سي اه مبروك الموسم الجديد الله يبارك فيكي ونورانا يا رب اللهم امين وليلي بقى سمعت قصص أغرب من كده سمعت القصص لا حاجة محزنة حاجات وجه على القلب مش كده ليه يعني مش الأمي دي بتبقى كلها حنان ومومة وازاي بتعف تنمن غير عيالها لا لو انا هتكلم هاخش المدخل اللي انت بتتكلمي فيه بقى انا بتكلم على ناس عادية سوية التصرفات الطبيعية لكن بقيت ملبسات القصة اللي احنا قريناها لا ما بتقولش كده يا سي يعني مفيش حد في سبع سنين بيتجوز أربع مرات ولا تلات مرات ويمفيش حد بيعمل كده هو دمعنا ايه لما حد يعود يتجوز كتير هو من الإطار العام للقصة اللي هو وصل لنا زي ما هو وصل مكتوب زي ما وصل بيقول القاتي ان الأب والأم اللي اتنين بيندرجوا تحت حاجة اسمها الشخصية الحدية الشخصية اللي هي الحاد المزاج ايه الند بالند يعني؟ لا دي بتبقى تصنيف الشخصيات في علم النفس بيسموه المريد السوي أو السوي المريد يعني ايه؟ مش زي بايبولر ده حاجة تانية لا مش بايبولر ودايما يشكوا ودايما يغير في مبدءه وافقاره واو نعمل كده نسميه الشخصية الحدية فعالات جارفة عالي واطي زي ما هي بتقول في القصة يدخلوا هاوي 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 مع بعض ويتصلحوا ويوعدوا بعض هم نفس الشخصية بالزبت؟ هم اللي اتنين لان هو نفس التصرفات لو تاخذ بالك لما قرينا قصة هي نفس التصرفات في اللي اتنين في الحالة دي لازم نقول ان الشخصية دي مش بنسميه مريض سوي او سوي المريض ليه لان هو يقدر يعمل كنترول يقدر بالتدريب يقدر بان هو منتبه لهذه الحالة يقومها ويسيطر عليها عشان كده بنقول ان هو في ما بين الاتنين على الحدود ما بين ده وما بين ده بس هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي مش احنا دايما بنقول انت مع المقولة دي ولا انه العكسي في الصفات هنجذب لي انا ممكن ابقى عصبية عايزة واحد هادي ممكن ابقى اللاود قوي او او على طول السرف هنا ايه انا عايز انا بختار صح؟ مش دي اللي انت بتقولي انا ببعايز الابوسيت انا بدور على جهر اه انت شايف ان طبيعي جدا ان احنا ناس نتجوز في سبع سنين تقلقت اربع مرات ده بندور على شخصية وبعد بيعملوا مباراة اه يعني ده بندور على شخصية انا بندورش على شخص لجواز للجواز لأنا قصدي هما جوازهم من الاول ممكن تكون جواز للعند انا قصدي جوازهم من الاول ده Gel انت بصي الجواز م أنا أريد أجاوز هذا الرجل و لا هل دي اللي تنسبني هل دا اللي ينسبني هل دا اللي يفتح لي بيتي هل دا الليион تفتح لي بيتي ما دخلش الحوار دا نحن من الجواز للجواز أنا أريد أجاوز عشان عارز أجاوز ، السعيد والاسكندرية في جاب ما بينهم أو في فاجوا كبيرة ما بينهم Ebony httoq ttoqim والله يعني هو اللي أنا أقوله تataklam ما ttoqim وسهو دا مش كان attifal أولا ارتضت؟ طيب أنا قلت كلام ومش قادر عليه. حلوة أوه. لو أنا مش قادر عليه هل أنا ما ينفعش أن يكون زوجي متفاهم هذا الوضع. وهو ما كانش فلاكسيبل. ونلاقي ما هو ده اللي أنا بقوله ونلاقي حل في الوسط. طيب لو أنا بقول هذه الشخصية أنت قلت ليبيا هل لو أقول إن الشخصية دي بتتكره وتخاف من الوحدة وكمان مش عجيبها المكان. تفتكري بالعقل كده هتقدر تقعد يا سالي منطقي إنها تقدر تقعد. طيب منطقي إنها تروح تعمل فعلا غلط أنا ما بقولش إن اللي هي عملته ده صح أنا بقول اللي هي عملته ده غلط. اللي هو على طول أول ما يسافر تاخد بعضها وتجري على هناك تجري على اسكندرية. بس هي رحت عشان إيه زي ما تبعت عايزة روح لأهلي عايزة روح لاصحابي عايزة دايما محيطة بناس أعرفهم. أنا كل خوفي وأنا هناك إن أنا لوحدي. وكمان إنت سبتني وسافرت. طيب وفقت الزيم الأول. ما هو بصي أنا عايزة أقولك على حاجة ما هو برضو حتة وفقت ولا ما وفقتش يا سالي. دي مش كل العائلات ومش كل الثقافات اللي هي أوكي فيها وفقت ولا ما فقت فيه اسمها سن جواز. وده راجل مناسب ليك من وجهة نظرنا كأب وكأم وكلام ده. وأنا لما أكون ابنة كمان بقى جاهزة إن أنا أتجوز وعايزة أتجوز بقى وعايزة أبقى لي بيته وعرفة بلبس الفستان. طلي بالأبيض طليتي. تعالي جنب أخواتك. فهل إن ده صح لا مش صح. هل ده طبيعي لا مش طبيعي. وده معنى إيه إن في مشكلة في الشخصية للتنين مش لحد واحد ومفيش التفاهم ومفيش الندوج اللي يلزم ده. لأن لما البني أدم يبقى ناضج يا سالي يقول إيه آه أنا مش عجبني آه أنا مش مبسوط. بس فيه مهم وفيه أهم الأهم اللي إيه إن أنا بقيت أم بقيت أب ملزم مني هذه الأولاد. ما حبش ولادي يشوفوني بصورة مش كويسة. مش ده نضج. مش أحب إن أولادي دايما يبقوا أحسن مني فلازم أكون أنا كويسة عشان قدوة يحتذى بها. طب هل أنا كأم متجوزة تلات أربع مرات. وبعدين المرة الأخيرة مش لاقي أحد معاي فأروح ألجأ لولادي عشان ما بقاش لوحدة لأن أنا بخاف من الوحدة عشان إحنا قلنا تحليل الشخصية بتاعتها. ساعاتها أجي أقول طب أنا بنتي طلعت كده ليه؟ ما هي بنتها هتقلد مين؟ يعني إيه أمته قد سبع سنين ما تشوفش عائلها؟ قول إيه لأنتي. هو ده بجد؟ أيوة لأ إن هي شخصية مطلع. قلت لك راحت من غير ما يتهزلها شعرة؟ لا هو بصي راحت من غير ما تهزلها شعرة مش عارف إيه أنا دي ما أقدرش أتأ أحط عليها طوق اللي قوي لأن اللي هي كانت البنت ما تعرفش البنت لما تكون صغيرة. وهي دلوقتي عندها 16 سنة؟ طيب يعني القصة اللي إحنا بنحكيها دي كان عندها تسع سنين. مقدة اللي هي أم سبت وهي تمانية تسع سنين. ماشي 16 بس نتجو. أنا بقي سبع سنين ما عفشانا حاجة. ما تقولش ما تهزلها شعرة. إحنا بدونه اللي حصل صعيتها إيه. ممكن صعيتها يكون اللي كانت مناهرة. ما هي ما سألتش أنا عارف منين. بصي أنا عايزة أقولك على حاجة. إحنا هنروح لحتة إنها فعلا ما تهزلها الشعرة. وإنها فعلا هي ما سألتش. مش هقول إنها تفرض عليها إنها يتبقى بعيد. أو إنها هترسم إحنا أفلام بتاعت فتنحة. ما هي ما أقول حاجات دي ما عايشنا برضو. إن هومك يشير هير. أنا مش عارفينهم بتبقى شخصة كده. دولة يعني. فمش هنروح حتة إنها فعلا عملت كده. يبقى أرجع تاني أقولك لأنها شخصية حدية. فيها جزء من الأنانية. لو هو توصيف على رأي اللي إحنا سمعناه. لكن أجن أقولك أنا معرفش إيه اللي حصل. ممكن يكون أهلها منعوها. ممكن جدا ممكن يكون هو اللي منعها. طب تفتكري حياة ده كم أخت وأخ. ما أقلتشا حاجة. ما أقلتشا. ما أقلتش. أنا بحب تحليلك قولي. كل اللي هي فيه دلوقتي البنت مش عارفة تعمل إيه الصحة وإيه الغلط. أنا أقول لحياة أنت في سن حلوة قوي. لأن لو بابا كده وماما كده فهو في الأغلب كمان أنت مشا... وكمان 16 سنة يعني فيها مشاعر جياشة متخبطة. وهي بعدت قالت كده قالت أنا مش عارفة أعمل إيه أنا ما بين ده وما بين ده ما بين الصحة وما بين الغلط. طبعا أنا أحس بإيه؟ كلمة المفروضة أحس بإيه؟ دي كلمة صعبة قوي يا سالي دي مش كلمة سهل ليه أنا مش حاسة بمشاعر خالص؟ أم هي بتقولك أنا مش عارفة تبلدت يعني البنت مش عارفة تحس بإيه ما بين إن هي وحشها مامتها وعايزة بقى في الأم موجودة وما بين إن هي موجوعة منها فعايزة تدفع مامتها الوجعة اللي هي وجعتها طبعا نسمع رأي الدين في أم تعمل كده إيه؟ سلام عليكم يا شيخنا معنا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف سلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عودة حميدة أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فنم إزاي عبر حضرتك؟ الحمد لله أنا عايزة عرف يا مولانا إيه حكم الشرع في أم غدرت مسكن الزوجية بدون علم وإذن الأب وبعدين تخلت عن ولادها بعد ما يخدتهم يعني ومشيت تتخلت عنهم وقعدت سبع سنين ما تسألش عنه دول السؤالين في سوائل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم بعد دوت عندنا بيسمى في الشرع النشوذ إيه هو النشوذ؟ النشوذ هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتساب النفقة إذا لم ينفق عليها الزوج أو امتناعها عنه لغير عزر يترتب على إيه؟ على هذا النشوذ ثلاث أمور الأمر الأول اللي هو أن هي آثمة لأن النشوذ حرام شرعا ترك بيت الزوجية بدون إذن هذا نشوذ تاني حاجة يسقط عنها النفقة والسكنة تالت حاجة يجوز التأديب والوعز والهج والضرب الغير مبرح فإذا رجعت سقط ما ترتب على النشوذ الضرب المبرح الضرب غير مبرح غير مبرح طب أنا عايزة حركة لحاجة يا مولانا هي أصلا عملت كل ده ورفعت قضية خلع ده حكم الشرع إيه؟ يعني مش بنسأل قانوناً بقى بنسأل ديناً ده باسمها إيه في المجتمع ولا بتعمل معها إيه؟ بكفى بالمرء يتمنى أن يضيع من يعول أنا قبل ما أتجوز يا حضرتك لازم أن أعرف الأول هل الزوج دوك مناسب ليا هل الطبيعة دية مناسبة ليا ولا لا؟ ليه؟ لأنها يترتب على هذا الزواج أولاد يترتب على هذا الزواج أولاد ده هيخدني بقى لسؤالك يا مولانا لتكملة قصدي رد حضرتك بعد إذنك لسؤالي اللي جاي أنه بعد سبع سنين أنا أطعم معيالي وما سألتش عليهم معرفش هم ما بينموه إزاي بيأكلوا إيه هي عايزة تشوفهم ليه؟ ده أنا ده 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 زي ما الدكتور قالت كده لابد أن تروح يعني استشارة على طبيب نفسي استشارة طبيب نفسي لأن هذه النوعية النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزواج والزوجة قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك طبعا أنت مش مسؤولة بس عن نفسك أنت مش مسؤولة عن نزواتك فقط أنت مش مسؤولة عن شهواتك فقط هناك أطفال وهناك أولاد وهناك أسرة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المرأة قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يبقى هنا تركت المسؤولية بتاعتها دي أولا ثانيا ارتكبت اسم لأنها ضيعت أولادها طيب حركة تقول إيه البنتها يا صاحبة الرسالة لا أقول لبنتها إن الآباء والأمهات ما بيتعدبوش جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أشكو إليك سوء خلق أمي. نفس الحالة نفس الحالة إني أشكو إليك سوء خلق أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها تسعة أشهر. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. نحن مش عارفين بقى سيئة الخلق عملت ايه الحديث هي رجاء مطلق. أي يا حاجة بقى سيئة الخلق ممكن تقتل على بال المستمع أو المشاهد قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أصهرت لك ليلها وأصمأت لك نهارها قالت يا رسول الله قد جازيتها ألدتها حقها وزيادة النبي قال له عملت إيه؟ قال حجشت بها وهي على عنقي يعني إيه؟ يعني يا رسول الله طلعت بيها جبل عرفة وهي على رأبتي يا رسول الله سعيد بيها بين الصفة والمروى وهي على رأبتي يا رسول الله طفت بيها حوالين الكعبة وهي على رأبتي يا رسول الله رحت بيها المزدرفة وبيت بمزدرفة وهي على رأبتي عملت كل أفعال الحج وهي على رأبتي فهل جازيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم يا حياة لا يعاتبوا بل نتمنى رضاهم حتى ولو كان كافرين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قرأيت إن صليت السلوات الخمس اسمع حضرتك إن طاعة الوالدين حتى ولو كانوا غير صالحين ويجبا طبعا أنا بقى عايزة سألحرك بقى يا مولانا أنا بقى يا رب تكون الفكرة وسطت لحياة بس أنا بقى عايزةك بقى إيه؟ يعني تقول كلمتين ليها ولكل الناس بتفرج علينا الصبر والعفو إيه جزاءه عند ربنا يا الله إنت عارف حضرتك فيه ناس يوم القيامة بتخرج من الكبور إلى الجنة لا إله إلا الله لا في حشر ولا في صراط ولا في سؤال ولا في اعتاب ولا أي حاجة يخرجون من الجنة صراعا إلى يخرجون من الكبور صراعا إلى الجنة اللي واقف على الباب رضوان خازن الجنة اسمع يا حياة انت رحين فين؟ هي بوابة من غير بواب انت رحين فين؟ قالوا ألم تعلم من نحن نحن أهل الفضل قالوا بما فضلت أو بما فضلتم ليه ربنا فضلكم قالوا كنا إذا ظلمنا صبرنا الله وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلِمْنَا نحاول الله وَإِذَا أُسِيئَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا فيقول لهم رضوان ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين يا حياة الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يا حياة الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العفو ليس له جزاء إلا الجنة فنحف ونصف والله عز وجل يعني يصبرك عاوز أقول لك يا حياة أكسر من الزكر وأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلين قلبك وحتى يلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من كن فيه حسبك الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته لا إله إلا الله قالوا ما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة جهاد يا مولانا جهاد كل من أدم خطاء طبعا كل من أدم خطاء وبعدين الوالدين ما ينفحش نعاتبهم لأن رضا الله من رضا الوالدين حتى لو كان ربنا يبارك لك يا مولانا أنا عايزة بقى أسألك كمان تقول إيه لطلقها وأبو ولدها وأي حد أنا مش بكلم قانونا لأنه أنا ما أفقهش كتير في القانون أنا أتكلم كدين أنه أب يحرم أم من ولدها تقول لهم إيه الظلم ظلمات يوم القيامة هذا ظلم يقول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكدسي قال رب العالمين اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر القيري هذا ظلم إنك أنت تحرم أم من أولادها وبعدين في حكاية القصة نرى أن الاتنين غلطانين الاتنين غلطانين أنت حضرتك يعني أنت سفرت وسبت زوجتك وخرقت من غير ما تحلل المشكلة أو من غير ما تثبت البيت أو من غير ما تلاقي لك في حل الهادية المشكلة أنت هربت وسبت الزوجة كلكم رائعين وكلكم مسؤولين على الوقت أنا بشكرك يا شيخ أنا بشكرك ونورتنا ويرب يجعلك سبب دايما شيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقف أنا بشكرك جدا ونورتني هرجعلك باري سمعت بقى والدرس دين نتعلمه منه نعمل إيه بقى يعني أنا بقى دلوقتي عايزه أعرف يعني هيدلوقتي راجع لي الأول مش أقولك بمدة قبلها ولا لا بس هي راجع لي الدنيا ديتلا ظهرها تاني هذه الشخصية حدية الحدية دي الشخصية دي بتتقلب في مبادئها وتتقلب في اعتقدتها واللي هي بتعترف بي أو اللي هي القيم بتاعتها الست دلوقتي السيناريو اللي أنا شايفاه يعني بيتعمل إيه؟ راجع لي الست اللي جوزت مرة واثنين ودلاتة واربعة طيب الاربعة ما مشيتش دلحال أجان إحنا عايزين العزوة أنا عايزة الناس اللي هما بتوعي إن حد قال لها إيه؟ طب ما أنت عندك ولاد ما ولادك عزوتك هي جاية عشان حد قال لها؟ هي مش ندمانة؟ هي ما وحش وهيش؟ لا 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 هي ما قدرش أقول إنها مش ندمانة أكيد ندمانة لأن إحنا بنقول أنا مرة بقى صح بس هي بتقول إيه؟ الشخصية دي بتقول إيه في دمخها لا الصح إن أنا لازم أخذ بالي من أولادي وأنا فعلا غلط وأنا فعلا ضميري بيوجعني ولازم أعوضهم عن السنين اللي أنا سبتهم فيها ده جزء فيها بالكلم جزء الثاني عشان هذه إنها وعية من الشخصية تقول إيه؟ بس أنا ما بقدرش وأنا ضعيفة وأنا جوء وهم عملوا فيها وهم ليه ما سألوش علي وهم ليه ما توصلوش ووقفوا قدام أبوهم ويقولي تشايف الصراع بمحمد الزاق؟ الصراع دي عايشة دي حلوة فإحنا بنقول وبالتالي أنا بقول إيه؟ لا هي محتاجة إن هي تاخد بالها أو تتعالج أو تعرف إيه المشكلة اللي عندها طيب والأب ويتعالج طيب زي ما شيخنا قال الأب بايتعالج والأب بايتعالج والأب بايتعالج الاتنين شخصيتهم زي ما بعض يعني هايزة أقول لك على حاجة طيب هذا الأب هذا الأب زي ما الشيخ قال إن كلهم مسؤولون عن رعيتهم طيب وفعلا زي ما قلنا برضو في أول الحلقة طيب أنت عارف هي ظروفها إيه؟ وعارف إن هي قاعدة عشانك أنت وهي كانت عايزة ترجع تبقى بوسط يا أهلاء وأصحابها تروح إنت سايبها ومسافر يعني هي قاعدة في أسيط عشانك تروح سايبها ومسافر يعني اللي فطرة وحش برد صح؟ طيب ودايما أقول للراجل إيه؟ مش فاكرة حلقة قلت لك الست هي ميزان البيت فاكرة لما قلت لك مزاجها لما بيبقى كويس البيت كله بيبقى حلو لما هي تبقى راضية وهدية نفس البيت بيبقى راضي وهادي طيب أنا مش أنا كراجل زكي بلاش أقول مسؤول وبلاش أقول إن أنا فاهم يعني إيه مسؤولية بلاش هقول أنا زكي وبلعب بالبيض والحجر عشان ده اللي ماشي في الأيام دي واسط الناس إن أنا اللي بعرف اللي ما بيتعرف دي هاي طيب إنت لو راجل زكي يا سيد الرجال مش تبقى متطمن إن البيت هادي والست هادي عشان تعرف تاخد بالها من بيتها وهي راضية ومكفية عشان تعرف تسافر ليبيا وترجع مش كده ولا إيه أنا بيكلم على البنت دلوقتي حياة اللي هي بعتت لنا اللي هي في حالة نفسية غير طبيعية ومش عارفة إيه الصح من الغلط من كوليرتر اللي هي بتسمعه أوكي فنقول لها إيه أو دي اللي تهمني لأن ده المستقبل يا سيد الرجال ولما يبحد بابا ومامته كده بيطلع لازم يطلعوا كمان مش سليم بص يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد العالم يعني مش قاعدة مش قاعدة مش قاعدة ليه لأن احنا بتتكلم معاه يعني احنا بنقولها هو خدي بالك الطريق التصرفات الأم مش صح طريق التصرفات الأب مش صح بس شيخنا قال إيه إن لازم رضاهم ده حاء رضا الوالدين من رضا الرب وبالتالي لازم نبقى نحوز أو نسعى وراء رضاهم لو رضا ده عكس رضا ده احنا في المشكلة بتاعت حياة إن هي لو راحت لماما بابا يزعل هو راحت لماما بابا ماما يزعل تعمل إيه جد وبالتالي بتطبي من واحدة عندها 16 سنة أنها تلعب الميزان ما بين اتنين تعمل إيه بقى يبقى على الأقل ضغط ضغط فزيع ضغط فزيع لوحدة عندها 16 سنة أساني هي نفسها متخبطة وفي صراع ما بينها وما بين نفسها لأنها في مرحلة الندوغ والبلوغ ما هو برضو إفطرة وحش يعني طب البنت دي نسندها إزاي نقول لها حبيبتي مفيش حاجة اسمها أبيض وسود يعني هو مش لازم أزعل ده عشان أزعل ده ومش لازم أبقى أنا رضيعة ومبسوطة وبحبه ومشاعري جرفة ناحية ماما في يوم وليلة غلط نبتدي الأول بالإيه بالمعروف يعني لو هي تكلمت أهلا يا ماما زي حضرتك عاملة إيه وحشتينا يا رب تكوني بخير مش لازم أنا بحبها قوي بس الكلمة الكويسة ناحترم نفسي مش كده ولا إيه طبعا ومش لازم نجي نروح لبابا لا أنا لازم أكلم ماما ماما مش عارف لا يا بابا يعني عشان ربنا ما يزعلش منها طب بس نقول لها كلمة كويسة إحنا مش هنروح لها لو ده يزعلك بس نكلمها نودها عشان ربنا يعني هي البنت كل اللي هي إحنا مطلوب منها دلوقتي إنها غصبا عنها لازم تيجي على نفسها طب يا حبيبتي بنقول لك البني آدم اللي بيمر في ظروف صعبة بيبقى دايما بني آدم قوي ودايما نقول اللي ربنا بيحبه هو اللي يحط دايما في طريقه السعاب عشان يقويه وعشان ينوبه سواب صح ولا إيه فبالعكس نقول لك أنت ربنا بيحبك بيحبك ليه عشان حطك في موقف صعب وبيعلمك منه عشان يقويك عشان ما تغلطيش غلطة ماما عشان ما تغلطيش غلطة بابا عشان يا حبيبتي لما يجي واحد يتجوزك تعرفي هو مين وتعرفي لو العيشة دي تريحك ولا لأ ولو آه يبقى آه لو لأ يبقى لأ لأن أنا خايفة أني تكون من كتر الضغط عليك هتبقي عايزة تتجوزي عشان تطلعي من برا البيت تطلعي من الظروف دي تهربي من الظروف دي وتسيب أخواتها وتقول أنا عايزة أغرب وهطلع ما هو إحنا لما بيجي أقول أنا بتعلم هتعلم من مين أم طيب ولوما عملت إيه يا سالي عشان كده أنا بقولك أنا خوفي خلاص ما اللي كبر كبر ما كل واحد عايش حياته زي ما هو عايز يعيشها اللي عايز يتجوز يتجوز والعايز يسيب يسيب والعايز يسافر يسافر وعملوا كل اللي نفسهم فيه من غير أي انتباه ولا أي تحمل للمسؤولية للولاد سنية تبعت أنا شايفها بداية إيجابية قوي آه جدا جدا تشوفها ولا ما تشوفها لا بصي تشوفها آه لو ست طلبت وبابا قال آه يبقى آه من وراء بابا لا ليه ليه يا سالي علشان ما تعملش نفس اللي مامتها عملته ومن وراء الأب لا بدام أنا قررت إن أنا أواجه يبقى أواجه طيب فردي قال لأ خالص يبقى على الأقل لنوصل معاه لطريق إنه طب يا بابا نقبلها وإنت موجود أو عمي موجود أو جدتي موجودة أو كبر البلد أو آه بس علشان مش عشانها يا بابا وهي غلطت وأنا معاك إنها غلطت بس ده عشان خطر ربنا لأن ربنا حسين وحيحسبنا إحنا على تصرفاته وحاسبها على تصرفاته ممكن أخذ وجهة نظر تاني ليه باني إن هي الغلطت ليه مش باني إنه هو برضو راح ليبيا عايزة تقعد في أهل في بيت أهله أنا قلت الانتين غلطانين آه صحيح طبعا صحيح مين غلطه أكبر لو أنا هقدر أقارن أو أقيس أقول لك الحقيقة الراجل شكرا معشان بإخيرك إحنا مع الستات لا إحنا مع الحق لا إحنا مع الحق لستات ورغير ليه الراجل لأنك عايز تقول أنا راجل وأنا قادر على البيت يبقى زي ما شيخنا قال إيه وكل مسؤول عن رعيات كلما كلمشي لما تبقى لي ده إنت إهتميت بحالة الزوجة هل إنت شفت لها حل زي ما شيخنا قال قبل ما تسافر وتسيبها وهي خايفة وبتكره الوحدة لا ما عملتش اللي عليك هل هي رد فعلها كان صح لا غلط إحنا بنقولش إن هي صح لا بنقولها غلط 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 لأن الأمومة غير الأبوبة الأبوبة فالأبوبة ليها ليها سمات السمات إن أنت تحافظ على مراتك وأولادك والأم الأمومة اللي هي المفروض قلبك يوجعك على أولادك زي ما بنقول تمام يعني ما تشوفهش منغير علم بابا أيوة يا سالي أيوة أنت عايزاني أقولك تروح تشوف أمها من وراء أبوها لا مش هقول طب ما هو لو هو قال لي لو هو قال لي ما هو كده بيعمل حاجة حرام يبقى إحنا نعمل اللي علينا لآخر لحظة لكن لكن لآخر لحظة اللي هو نحاول مر واثنين وثلاثة ما أنا ما قلتش أبيض واسود إحنا بنقول إيه مش كل حاجة بتتاخذ ما هي نفس القصة للأب ما هو الأب ده بني آدم فريدي الأم خسرة القضية ما هو ده بقى اللي هو يعني استغفر الله العظيم يا رب مش قادر مش لقيلها لفظ غير العك ما هو ده بقى العك اللي بعينه بقى اللي هو يا ستي ما أنت قلب الدنيا ومولعها نار والراجل شايل منك والعيال مش فاهمة الدنيا تروحي تروحها كمان ترفعي قضية هو يعني يعني أنا زهانة عاملها سويت ليه ليه ما بالأدب وبالحج ما بالزبط مش أنت عايزة تتسامحي فين اللين وفين المواد طب مش ممكن تكون راحت بالحب واترفضت ولا عشان هي رفعت خلع إحنا واغدين بصي بصي مبيتين النية بصي بصي هل أنت مسؤولة عن تصرفاتي أو عن اللي أنا بقول في الحلقة دي نا بس أنا لبشيل الليلة أه بطبع بشيل الليلة أكيد لازم تشيل الليلة طب يعني أهم مسؤولة عن برنامج بالزبط لكن مش مسؤولة عن الكلام اللي بيخرج منك كل العامة دي تلويت على لسانك لكن هل أنت مسؤولة عن كلامك أو طب يعني هل أنت بتعملي كنترول على مشاعرك وكلامك قدام الكاميرا لازم يعني يعني كل واحد لحدود الأولى المسؤولية مسؤوليته على نفسه لأن لو سابوني بعد برنامج قصة حقيقية ده أنا لو شفت حد أنا أعرفة لو مش عارفة أنا مش أعمل إيه في الشارع لا شكاله نفسي لو سابوني أقوله جواه بجد لك كثير يا خرابي والله أنا متأكدة لا لا كثير كثير تعبانا أنا معجابة بالسيطار لا والله شفت أنا بره أتجل هنا ما أمسك نفسي وبالراحة أكلم الناس بالراحة لا أنا شفت العجب أنا شفت العجب وجزاكي خيرا أكتر منه أضعف أضعف نورتيني يا ريش سعيدة بيك وكل سنة وأنتو طيبين نوسم سعيد وأنتو طيبة تانكيو حبيبتي أنا بالي رأيتين وأول مرة ممكن أعرض رهين مستنوني بعض الفوصل